موسيقى 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 مولوي الجديد هو 어�قتصends عنوانة داحياة onal Cook كم الم Titereboy كنت صور في المغرب لكن نظرة الطقس الخصوص أن يتصبح أي submit من الض острان مغرب والثقافة دون الكليب فأصر على أن يصور الكليب سأقول لك الأغنية من الكاتب الملحن أصلا عنده بنت صغيرة اسمها جوري سلام جوري كانت لابدتك تغدرك تقول ده 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 هو وجهت لدي دادا حياني يديرها أغنية ماشيز عمام مقتبسة من الأغنية القديمة دادا حياني فأصلا عنده أصلا عنده أصلا عنده أصلا عنده أصلا الحمد لله أنستيل جديد الذي يعجب الكثير من الناس وكانت تعليقات إيجابية جدا أنا نهضر على راسي لنا شوفوا الكليب ودكسا على الناس يحكموا كنت أقول لكم دخله شوفوا الكليب وحكموا طبعا الفنان أسماء النورية فنانة كبيرة وهي حاملة ليش على الأغنية المغربية ونحن كلنا كان نفتخرو بها وكان نريد أن نكونوا في حالها واحد نهار وعلماتنا بزف الحويش حنا كفنانين يعني شباب طالعين فحتى وكان شافوني الناس قلتها هذا ره شرف لي يعني ماشي غيج يقلد اسماء النور أنا طبعا كيف ما كتعرفوا أني توقفت المدة السنة وخرجت بتشي ظهور لا إعلامي ولا خرجتشي أغنية المدة السنة أخر أغنية كانت لي قبل من دادا حياني هي الديوت جالي مع شاب رايان لي الحمد لله يعني لقى نجاح كبير ووصل لواحد نسبة مشاهدة لي وعالي فوقفت ذلك الفترة وبدأت نراجح حساباتي لأنه أنا منستغ أكاديمي كانوا عندي بزافة الأعمال اللي هما زوينين لكن كيف ما قلتي دابال يعني الجو كيحكم ولا بغي واحد له جنغ آخر فأخديت هذا العام كله باش نجلس ونفهم أشنو ترى واشنو خاص يترى من بعد فأنا كان اعتضر من الفان جالي لأنه مقلقين مني بزاف وحتى من الناس اللي كيبغوني وليما كيبغوني يقولوا زين ما درتوا لنا وماشي ما درتوا لهم لكن الانسان بعد المرات فعلا كيحتاج لأنه ياخد شوية الوقت باش يصفي أفكاره باش يوقف على الرجلية باش يوقف على الطرق صحح والحمد لله هدى العام هدفني بزاف يعني قدرت بزاف جالحواج ليهوما إيجابيين وخرش بهذا العمل وفعلا فعلا فعلا يعني ماشي حيط العمل جالي بعد المرات أنا كنتقد الأعمال جالي كنقلس مع المانات جالي ولده وتنقلوا شي ما عجبنيش بعد المرات فعلا هذه الأغنية ست أنكود كار بالنسبة لي وما بغيت نقل واحد الحاجة ممكن هي من الأغاني اللي متعيرتش في الأغاني اللي نزلت فعلا كنقول ناس دخلوا وشوفوها وشوفوا لي كومنتيغ الحمد لله الحمد لله الحمد لله عمل مشرف من كل نواحي يعني اللبس فيه محترم أغنية مغربية ليه كلمة نقية محترمة اللي خليت سلام كتبهم تبارك الله عليه توزيع لي ونقي وممطوم مواكب العصر دينا الدابة شوفي أنا فكرت ندخل مجال تمثيل فشوفت راسي في الكليب لكن من بعد قلت نركز شوي على المسيرة ديلي الفنية كمطربة مغنية ومن اللي نحس برأسي يعني أنا أكيد الطموح ديالي أنا دائما جائعة للنجاح يعني تقول أنا جي عانا للنجاح ذاكو وبوحة الطريقة انك خوايابل وما عمري غدي نقول على رأسي نجحت حتى في أعز المجد اللي وصلت لي وكانت زعم قاعدة جماهيرية كبيرة متبعانة وصلنا الواحد اللي نيفو زع ما زوين بزاف ديما ما كانش عاجبني الحال وما زال بغن نزيد نوصل ذاكو شي علاش جو سيبيخ فاكسيونيس ذاكو شي علاش ديما الناس يشوفوني ما غالساش ما كان هداش أبدا فإن شاء الله وخا ما عرفتش فين نوصل ديما غا ديما غا ديما بغن نوصل وصلت لك الشي اللي بغيت وخا ديما غا مقا حلم بحكتر منه في الغناء نفكر في التمثيل وليجدني شي فورصة من ذهب وحسيس با غا تضيفني وغا نضيف للناس لي معايا بوكوابا علاش الله كلمة أخيرة الجمهوري على شوفتابي بغيت نقول لكم شكرا بزاف المتابعة ديالكم وكنتمنى أن الأغنيات تعجبكم ومن كراش دخلو تشوفاوي العجباتكم فقط ديرو لها شير وطبعا وتحية كبيرة لكل جروب زينب أساما ولفانجلي اللي ديما كيدعموني ولكل الناس اللي يقفوا معي في أشد وأصعب الفترات اللي دي سمننا والحمد لله الحمد لله ربي فرج وشكرا بزاف ليكم